فضيلة الشيخ لقد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها غير أني طفت بالبيت الحرام أكثر من سبع مرات لأنني كنت مشغولة بالدعاء ولا أستطيع حظ العدد فكنت أعد من الأول في كل مرة وتقريبا طفت أكثر من عشرين مرة وقلت في نفسي أطوف أكثر خيرا لي فهل هذا يجوز وهل عمرتي صحيحة أم غير صحيحة نرجو التوضيح فضيلة الشيخ الأولى المسلم والأجدر به أن يكون مهتما بعبادته وأن يكون حاضر القلب فيها حتى لا يزيد فيها ولا ينقل ومن المعلوم أن المشروع في الطوارف أن يكون سبعة أشواط فقط بدون زيادة ولا تنبغي الزيادة على الأشواط لكن لو شفت على أتم سبعا أو ستا ولم يترجع عنده أنها سبع لأنه يأتي بشوف واحد وكمل به ولا ينبغي أن يزيد عن العدد الذي شرعه الله عز وجل على لسل الله عليه وسلم بل شرعه الله في سنة رسول الله عز وجل وكون النسان يشتغل بالذكر والدعاء بالصواف لا يمنع أبدا أن يكون حاضرا حاضر القلب عدد أشواطه لكن لو فرض أن ينزاد تحصد أشواط فإن طوافه لا يبقى انتصال كل شوطن هم الآخر بخلاف الصلاة فإنه لو صلى رباية خامسا لم تصلح صلاته لأنها جزء واحد فإنه من حين أن يكبر يرفض الصلاة إلى أن يسلم أما الطواف إن كل شوطن بنفسه وإن كان سبعة أشواط متوالية لكن إذا زاد عشرة فإن ذلك لا يبقى الطواف فارك الله فيكم